اشتركوا في القناة الهواء حركة الهواء ونقاوته ودرجة الضجيج طبعا نلاحظ بان هذه العملية تقوم بالتحكم بخمس متغيرات اولوية هذه المتغيرات حسب المشروع الذي ساقوم بدراسته يعني على سبيل المثال اذا كنت اقوم بدراسته اقوم بدراسته مشروع ستوديو تسجيلي في هذه الحالة فان درجة الضجيج احد اهم المتغيرات يجب ان اقوم بتحقيقه اما اذا كنت على سبيل المثال اقوم بدراست غرفة عمليات في مشفى فان طبعا درجة حرارة الهواء ونقاوته هي المتغيرات الاهم بالنسبة لي اما على سبيل المثال اذا كنت اقوم بدراست معمل نسيج غزل ونسيج وخيوط كما هو معلوم ان معمل النسيج يجب ان تكون رطوبة المعمل متحققة مثلا 70% عندها نقول بان درجة الحرارة والرطوبة هما المتغيران اللذان يجب التحكم بهما المحاضرة الاولى ستقوم بتغطية البسيكرومتري بسيكرومتري بالتعريف هو العلم الذي يدرس حالة الهواء الرطب اهمية هذا العلم انه عند تصميم نظام التكييف تبرز اهميته في تحديد درجة حرارة ورطوبة الهواء المراد تبريده وتسخينه عندما نقول درجة حرارة ورطوب الهواء يعني حالة الهواء المراد تبريده وتسخينه كذلك الامر بالنسبة لهواء الارسال يقصد بهواء الارسال الهواء الخارج من فتحة التكييف اتجاه الحيز مباشرة يتم هذا التحليل بواسطة ما يسمى بالمخطط بسيكرومتري هذا مثال عن المخطط بسيكرومتري وفيه ممثل عليه خواص الهواء خواص الهواء air properties عبارة عن ميزات تتميز بها كل نقطة عن الأخرى ومن خلال هذه الميزات يتم تعيين هذه النقطة على المخطط البسيكرومتري درجة الحرارة الجافة او dry bulb temperature نرمز لها dbt بالتعريف هي عبارة عن درجة الحرارة التي يسجلها ميزان الحرارة العادي طبعا تقاس اما بالسيلزيوس او بالفهرنهايت وتمثل على المخطط بسيكرومتري بخطوط رأسية بحيث لو اردت ان تستخرج درجة الحرارة الجافة لأي نقطة موجودة على المخطط بكل بساطة تقوم بانزال خط رأسي حتى الوصول الى المحور الافقي المحور الافقي يمثل محور درجات الحرارة المحور الشاقولي يمثل محور الرطوبة بينما هذا المنحني المائل نطلق عليه اسم منحني الاشباع او saturation curve طبعا كما ذكرنا بالتعريف هي درجة الحرارة التي يسجلها ميزان حرارة العادي لو ان لديك غرفة بدرجة حرارة 24 مئوية وضعت فيها ميزان الميزان قرأ لك القراءة 24 مئوية اذا هذه تسمى درجة الحرارة الجافة او dbt درجة الحرارة الرطبة with bulb temperature يرمز لها بwbt بالتعريف هي عبارة عن اقل درجة حرارة يسجلها ميزان حرارة بصيلته مغطاة بقماشة مبللة بالماء ومعرضة لتيار هوائي هذه الدرجة هي اقل او تساوي درجة الحرارة الجافة لا يمكن ان تتجاوزها باي شكل من الاشكال والفرق بين درجتين الحرارة الجافة والرطبة يعبر عن التأثير التبريدي بفعل تبخر الرطوبة الموجودة في القماشة المبللة كلما كان الهواء جافا كان الفرق بين درجتين الحرارة الجافة والرطبة اكبر هذه الجملة جوهرية كلما كان الهواء جافا كان الفرق بين درجتين الحرارة الجافة والرطبة اكبر وبالتالي نقول كلما كان الهواء رطبا اكبر كانت درجة حرارة الرطبة مقتربة كثيرا من درجة الحرارة الجافة نعيد مرة أخرى بشكل مبسط تعريب درجة الحرارة الرطبة نحن ذكرنا بأنه في حالك لديك ميزان حرارة بصيلته أي المستودع الموجود في أسفل هذا الميزان بصيلته مغطاة بقماشة أو بقطنة مبللة بالماء ثم قمنا بتمرير تيار هوائي على هذه القطعة المبللة بالماء ما الذي سوف يحدث؟ ببساطة الهواء الساخن سيقوم بالمرور على هذه القماش المبللة ويعطي كمية من حرارته إلى الماء بما أنه أعطى كمية من حرارته إلى الماء فسيحدث أمران الأمر الأول أن درجة حرارته سوف تنخفض باتجاه نقول درجة حرارة هذا الهواء قبل الدخول سوف تنخفض بعد دخوله إلى القماش المبللة باتجاه درجة الحرارة الرطبة إذن ميزان الحرارة سوف يقرأ قراءة جديدة هي عبارة عن الWBT وبما أن الماء الموجود بالقماش تبخر بعد خروج الهواء من القماش فيحدث أمران إذن انخفاض في درجة الحرارة وحدوث تبخر للماء الموجود في هذه القماش فهذه هي عبارة عن تعريب درجة حرارة الرطبة بالتعريب كذلك الأمر تقاس بدرجة حرارة سيلزيوس أو الفهرنهايت وتمثل على المخطب السيكرومتري بخطوط مائلة تسمى خطوط درجة الحرارة الرطبة لو طلب منك معرفة درجة الحرارة الرطبة لأي نقطة بكل بساطة نقوم بالسير على هذه الخطوط حتى الوصول إلى منحن الإشباع عند الوصول إلى منحن الإشباع أقوم بالنزول إلى المحور الأفقي رأسيا حتى الوصول إلى المحور الأفقي وقراءة درجة الحرارة الرطبة لذلك هي حكما أقل من درجة الحرارة الجافة لأن الجافة ستنزل بشكل مباشر أما الرطبة فالمسير بشكل موازي لخطوط درجة حرارة الرطبة ثم النزول إلى محور درجات الحرارة فهي أقل من درجة الحرارة الجافة أو يمكن في حال الإشباع أن تساويها لكن لا يمكن أن تتجاوزها الميزة الثالثة نطلق عليها اسم نقطة الندى Due Point نرمز لها بالرمز DP بالتعريف هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها بخار الماء الموجود في الهواء بالتكاثب فعندما تتساوي كل من درجة الحرارة الجافة والرطبة ونقطة الندى أيضا هذه ملاحظة هامة عندما تتساوي كل من درجة الحرارة الجافة والرطبة ونقطة الندى يحدث عندنا ما يسمى بالإشباع Saturation وعندها لا يستطيع الهواء استيعاب أي رطوبة إضافية وبالتالي أي رطوبة إضافية تضاف للهواء تتحول إلى قطرات رذاب ويسمى عندها هذه الحالة بالضباب إذن الضباب هي عبارة عن حالة يصل فيها الهواء إلى الإشباع يصبح عندها غير قادر على استيعاب أي رطوبة إضافية فيؤدي إلى تساقط هذا الرذاب على السطح وتحول وتشبع الهواء بالرطوبة وتحوله إلى ضباب تمثل نقطة الندى على المخطط البسيكرومتري بخطوط أفقية تماماً بحيث لو أردنا الحصول على أي نقطة ننطلق من هذه النقطة لو أردنا الحصول على نقطة الندى لأي نقطة يعني على المخطط البسيكرومتري ننطلق من هذه النقطة باتجاه اليسار حتى الوصول إلى منحني الإشباع ثم نقوم بقراءة درجة هذه الحرارة رأسياً من محور درجات الحرارة نقطة الندى طبعاً أيضاً تقاس بالسيلزيوس أو الفهرنهاي لأعطي مثال يعني أغلبكم يعرفون عن نقطة الندى ألا وهو إن وضعت مثلاً كأس من الماء ضمن غرفه في حال كانت مثلاً درجة حرارة الغرفة 30 مئوية وقلت لك بأن نقطة الندى لهذه الغرفة لهذه الثلاثين بهذه الحالة على فرض أنها 15 مئوية إذن نكرر درجة حرارة الغرفة يعني درجة الحرارة الجافة يعني الـ DBT 30 مئوية نقطة الندى لهذه الغرفة 15 مئوية وضعت ضمن الغرفة كأس من الماء ولنفرض درجة حرارته 20 مئوية درجة حرارة الماء ولنفرض أنها هي نفسها درجة حرارة الكأس الزجاجي الذي يحتوي هذا الماء درجة حرارة الماء 20 مئوية بما أنها أعلى من نقطة الندى للهواء التي هي 15 لن يحدث عندي تكاسف افترض أنك وضعت بعض قطع الجليد الماء المتجمد ضمن هذه الكأس بدأت درجة حرارة الماء تنخفض من 20 إلى 15 وهي نفس نقطة الندى لهواء الغرفة عندها في هذه اللحظة يبدأ بخار الماء أو الرطوبة الموجودة في الغرفة بالتكاثف على السطح الخارجي للكأس الزجاجي وكلما قمت بتخفيض درجة الحرارة درجة حرارة الماء كلما زاد معدل التكاثف وكلما زاد معدل التعرق فنلاحظ وجود قطرات من الماء المتكاثف على السطح الخارجي للكأس الميزة الرابعة نطلق عليها اسم الرطوبة النوعية بعض المراجع يسميها نسبة الرطوبة أنا سأستخدم مصطلح الرطوبة النوعية لأن مصطلح نسبة الرطوبة أخشى أن يكون معه التباس عندما نتكلم عن الرطوبة النسبية الرطوبة النوعية أو Humidity Ratio Specific Humidity كلها مصطلحات لمفهوم واحد ونرمز لها عادة بالرمز 5 بعض المراجع ترمز لها بالرمز W هي عبارة عن الكتلة الفعلية لبخار الماء أو الرطوبة المتواجدة في واحدة الكتلة من الهواء الجاف وعادة ما يعبر عنها بواحدة Gram Water لكل كيلو جرام Air أو كيلو جرام Water لكل كيلو جرام Air هذه بالواحدات الدولية بالواحدات البريطانية Pound Water لكل Pound Air وأحيانا بعض المراجع تعطيها بدل Pound Green أو حبيبة يعني Green Water لكل Pound Air كما هو مثلا مذكور هنا لاحظ Pound Moisture أو رطوبة أو Humidity نفس المصطلح لكل Pound Dry Air سأعطي مثال أيضا لاستيعاب المقصود بالرطوبة النوعية تخيل بأنه قمت باقتصاص مقعب من الهواء كانت كتة هذا المقعب 1000 جرام 1 كيلو جرام 1000 جرام قمت بعصر هذا المقعب بشكل تخيلي طبعا نحن نعلم بأن أحد مكونات الهواء هو الماء الماء جزء من مكونات الهواء الماء أو الرطوبة بعد العصر افترض بأنه نتج لدي 10 جرام من الماء هذه العشر جرامات الموجودة ضمن هذا 1000 جرام يطلق عليها اسم الرطوبة النوعية لذلك هي عبارة عن وحتى جرام ووتر عبارة عن وزن أو عفوا كتلة هذه الجرامات جرامات الماء على كتلة يعني وحت الكتلة من الهواء الجاف الميزة الخامسة نطلق عليها اسم رطوبة الإشباع Situation Humidity ونرمز له عادة بالرمز Phi S أو W S وهي عبارة عن أكبر كتلة رطوبة يمكن أن يحملها الهواء الجاف في وحدة الكتلة من الهواء الجاف إذن تعريفها مشابه إلى حد ما بتعريف الرطوبة النوعية لكن الفرق بينهما أن الرطوبة النوعية هي ما يحمله الهواء حاليا من رطوبة بينما رطوبة إشباع الحد الأقصى بما يمكن للهواء أن يحمله طبعا عند نفس الظروف المقصود بها عند نفس درجة الحرارة بالنسبة للرطوبة النوعية فعلى المخطط بساكرومتري تمثل بخطوط أفقية لكن متجهة إلى اليمين نحن قلنا بأن نقطة الندى عبارة عن خطوط أفقية ولكن متجهة إلى اليسار حتى الوصول إلى منحني الإشباع نفس الخطوط الأفقية لكن لو توجهنا إلى اليمين فسنحصل على الرطوبة النوعية ولها محور خاص بها طبعا تقرأ الواحدة حسب المخطط وتقرأ القيمة المقابلة له لكن كيف سيتم تمثيل رطوبة الإشباع؟ سنقوم بالسير على خط رأسي ولكن إلى الأعلى حتى الوصول إلى خط الإشباع أكرر عندما قرأنا درجة الحرارة الجافة صرنا على خط رأسي ولكن إلى الأسفل بينما رطوبة الإشباع خط رأسي ولكن إلى الأعلى حتى الوصول إلى منحني الإشباع بعد الوصول إلى منحني الإشباع نأخذ القراءة من المحور الرأسي أو محور الرطوبة الرطوبة النسبية أو relative humidity نرمز لها عادة بالرمز RH وهي عبارة نسبة مئوية كتعريف عبارة عن النسبة ما بين ضغط مخار الماء الفعلي في الهواء حاليا يعني إلى ضغط مخار الماء المشبع ولكن عند نفس درجة حرارة هذه النسبة كتعريف يعني أنا أطلق عليه التعريف الأكاديمي يمكن بطبسيط اعتبار هذه النسبة هي نفسها النسبة ما بين كمية الرطوبة التي يحملها الهواء عند درجة حرارة جافة إلى كمية الرطوبة العظمى التي من الممكن أن يحملها عند نفس درجة حرارة الجافة يعني لو رجعنا إلى الرطوبة النوعية ورطوبة الإشباع حاصل قسمة الرطوبة النوعية على رطوبة الإشباع نطلق عليه اسم الرطوبة النسبية إذن كمعادلة RH تساوي Phi على Phi S أو W على W S طبعا عبارة عن نسبة مئوية ليس لها واحدة تمثل على المخطط البسيكرومتري بقطوط منحنيات تسمى منحنيات الرطوبة النسبية بحيث أن المحور الأفقي نفسه هو محور درجات حرارة أي الرطوبة النسبية صفر بالمئة المحور الأفقي صفر بالمئة وتزداد الرطوبة النسبية بهذا الشكل المقوس مثلا 20, 40, 60, 80 حتى الوصول إلى رطوبة نسبية 100% تماما عند منحني الإشباع سأعطي مثالا بسيطا لاستيعاب تام للمقصود بالرطوبة النوعية ورطوبة الإشباع والرطوبة النسبية الكل يعلم الرياضي الذي يقوم برفع الأثقال يعني نسميه الرباع هذا الرياضي لو قلت لك بأنه يستطيع حمل 100 كيلو جرام كحد أقصى لكن أنا أعطيته يعني في حال معينة أعطيته 40 كيلو جرام وقلت له احمل هذه الأربعين فقط فستقول لي أنه يعني حمولته القصوى التي يستطيع حملها 100 كيلو حمولته الحالية 40 كيلو نسبة ما يحمله حاليا كنسبة مئوية هي عبارة عن 40 على 100 إذن 40 بالمئة لنقابل هذا المثال على الرطوبة النوعية ورطوبة الإشباع والرطوبة النسبية افترض أن الرطوبة النوعية للهواء الحالي عبارة عن 40 جرام لكل كيلو جرام أما رطوبة الإشباع كيلو جرام مثلا فستكون الرطوبة النسبية عبارة عن حاصل قسمة الأربعين على المئة جرام فهي عبارة عن 40 بالمئة هذا مثال بسيط عن فهم الرطوبة النوعية ورطوبة الإشباع ننتقل فيما بعد إلى الميزة السابعة وهي الانتالبي نرمز له عادة بالرمز H بالتعريف هي عبارة عن ميزة حرارية تعبر عن كمية الحرارة الموجودة وحتى الكتلة من الهواء الجاف وتقاس بالكيلو جول لكل كيلو جرام واحدات الدولية بينما في الواحدات البريطانية BTU لكل باوند BTU اختصار British Thermal Unit أو وحدة حرارية بريطانية لكل باوند تمثل على المخطط بسيكرومتري بخطوط مائلة شبه متطابقة ليست متطابقة كليا شبه متطابقة مع خطوط درجة الحرارة الرطيبة إذن لمعرفة أي انتالبي لنقطة موجودة على المخطط بسيكرومتري كل ما هناك عليك يعني السير على هذه الخطوط حتى الوصول إلى مقياس عادة يكون موجود في هذا الطرف مقياس الانتالبي حسب الواحدات المذكورة هنا يتم قراءة قيمة هذا الانتالبي أود هنا أن أنوه إلى نقطة هام جدا حول مفهوم الانتالبي أيضا بطريقة التمثيل أغلبكم يعرف على سبيل المثال في الكهرباء ما يسمى بالفولطية الفولت أو الجهد أو الكمون لو قلت لك على سبيل المثال بأن جهد نقطة معينة هو عبارة عن 20 فولت ليس لهذه القيمة أي مدلول على الإطلاق لكن لو قلت لك على سبيل المثال بأن جهد هذه النقطة 20 فولت وجهد مثلا الأرض 0 فولت ما يهمني هو ليس جهد نقطة معينة بحد ذاتها لكن يهمني فرق الجهد أو فرق الكبون بين نقطتين فتقول لي بأن فرق الجهد بين هذه النقطة والأرض هو عبارة عن 20 ناقص صفر فهو عبارة عن 20 فولت وهنا يهمني هذه القيمة الفرق هي التي تهمني هذا الكلام ينطبق تماما على الانتالبي لا يهمني على الإطلاق انتالبي نقطة بحد ذاتها فلو قلت لك انتالبي النقطة A هي عبارة عن 50 كيلوجول لكل كيلوجرام لن تفيدك هذه المعلومة على الإطلاق لكن ما يفيدك هو لو قلت لك أن بدء العملية بسيكرومترية مثلا 50 كيلوجول لكل كيلوجرام وانتهت العملية ب80 كيلوجول لكل كيلوجرام تقول لي فرق الانتالبي 80 ناقص 30 كيلوجول لكل كيلوجرام لماذا هذا التنويه؟ لا تستغرب أبدا لو أنك مثلا فتحت مخطط سيكرومتري يعني من تصميم شركة تجارية معينة وقرأت مثلا انتالبي النقطة 25 مئوية 50 بالمئة RH فكانت على سبيل المثال الانتالبي كانت قيمته مثلا 50 كيلوجول لكل كيلوجرام فتحت مخطط آخر لشركة تجارية أخرى طبعا عند نفس الشروط المقصود بنفس الشروط عند نفس الشروط النظامية اللي هي مثلا عن ارتفاع سطح البحر ودرجة الحرارة 20 مئوية فلا تستغرب لو اتجهت لنفس النقطة اللي هي مثلا 25 مئوية 50 بالمئة RH ستجد القيمة مختلفة بدل 50 كيلوجول ربما تجدها 55 كيلوجول طبعا هذا ليس خطأ من الشركة لماذا؟ لأن قيمة الانتالب عبارة عن قيمة نسبية كما هو الحال بالنسبة كما ذكرنا للفولت يعني من الذي اعتبر أن فولت الأرض هي صفر؟ هي عبارة عن اصطلاح أنا افترضت بأن فولت الأرض صفر فولت النقطة التي كانت أدرسها 20 الفرق بينهما 20 فولت طيب افترض بأنني قلت لك أن فولت الأرض سعتبره 5 فولت عند ذلك تقول لي إذن فولت النقطة المدروسة عبارة عن 25 بمعنى الفرق دائما ثابت الدلتا في في هذه الحالة ستقول 25 نائس 5 الفرق ثابت وهو 20 فولت هذا الكلام ينطبق تماما على الانتالبي فتحت مخطط شركة رأيت أن انتالبي النقطة 50 كيلوجول لكل كيلوغرام نفس النقطة فتحته على مخطط ثاني لأيته 55 كيلوجول لكل كيلوغرام هذا الأمر ليس عبارة عن تناقض لكن لو أخدت نقطتين على نفس المخطط وأخد دلتا اتش بين هاتين النقطتين مثلا كانت 30 جول وأخدت نفس النقطتين على مخطط آخر ستجد لأن الدلتا اتش حصرا حكما نفس القيمة 30 كيلوجول لكل كيلوغرام لا يمكن أن تتغير قيمة الدلتا وسنلاحظ بأن في كافة المعادلات التي نستخدمها في التكييف في المخطط بسيكلومتري لن تستخدم على الإطلاق قيمة اتش منفردة وإنما دائما قيمة دلتا اتش كل المعادلات تستخدم القيمة دلتا اتش وليست قيمة الاتش إلا اللهم لاستخراج القيمة فقط يعني كل المعادلات تستخدمها كعمليات سيكلومترية العملية هي عبارة عن فرق في الانتالبي وبالتالي دائما أستخدم القيمة دلتا اتش الميزة الأخيرة من ميزات الهواء هي عبارة عن ميزة الحجم النوعي نرمز له بالرمز بي وهي عبارة عن حجم الهواء لوحدة الكتلة الوحدات الدولية متر مكعب لكل كيلوغرام أو قدم مكعب لكل فاوند تمثل على المخطط بسيكلومتري بخطوط مائلة ميل مختلف طبعا عن خطوط درجة حرارة رطبة وعادة ما تكون متباعدة فللحصول على قيمة الحجم النوعي لأي نقطة ببساطة تقدر هي بين أي خطين تقع وتقرأ القيمة طبعا نحن نشرح كيفية استخراج النقاط على المخطط بسيكلومتري يدويا لكن اعتمادنا سيكون إن شاء الله على البرامج الحاسوبية هذا مثال لمخطط سيكلومتري من شركة كارير بالواحدات الدولية فعلى سبيل المثال النقطة 20 دي بي تي والرطوبة النسبية 50% لاحظ هذه 20 قلت لك أحددها على المخطط هذه 20 أنطلق حتى الوصول إلى الرطوبة النسبية 50% الخط الأول 10 20 30 40 50 إذن هذه هي النقطة عندما أقول النقطة 20 مئوية طبعا درجة حرارة جافة وRH رطوبة نسبية 50% هذه هي النقطة حيث يقف المؤشر طيب لو طلبنا قراءة باقي مزايا الهواء لهذه النقطة فبكل بساطة لقراءة درجة الحرارة الرطبة أقوم بالماسير على خطوط درجات حرارة الرطبة حتى الوصول إلى منحني الإشباع ثم أقوم بقراءة هذه القيمة طبعا في هذا المخطط منقق قراءة من الأعلى أو حتى من الأسفل لاحظ أن ال WBT يعني بحدود 14 مئوية نفس النقطة لقراءة مثلا نقطة الندى إذن أسير بشكل أفقي إلى اليسار حتى الوصول إلى منحني الإشباع لاحظ بأنها بحدود 900 مئوية أما الرطوبة النوعية فيجب أن أسير باتجاه اليمين أفقيا حتى الوصول إلى هذا المقياس وهو مقياس الرطوبة النوعية لاحظ بأنها تقع بين القيمتين 0.006 و0.008 طبعا واحدات هذا المقياسية بالكيلو جرام لكل كيلو جرام لذلك أضربها بألف يعني ما بين الستة والثمينة لكن أعلى من السبعة حوالي سبعة ونصف إذن الرطوبة النوعية لهذه النقطة بحدود سبعة ونصف جرام لكل كيلو جرام أي أن حاليا هذه النقطة تحمل سبعة ونصف جرام لكل كيلو جرام من الهواء الجاف طيب لقراءة رطوبة الإشباع نتجه إلى الأعلى حتى الوصول نتجه إلى الأعلى حتى الوصول إلى منحن الإشباع ثم نقوم بالاتجاه العالمين حتى قراءتها نلاحظ أنها بين الـ 14 والـ 16 بحدود الـ 15 جرام لكل كيلو جرام 15 جرام لكل كيلو جرام طبعا هذا الكلام صحيح لماذا؟ لاحظ بأنني قلت بأن الرطوبة النسبية أخذتها 50% 20 يعني حددت النقطة عند العشرين نئوية 50% طيب قسم سبعة ونصف على خمسة عشر سبعة ونصف على خمسة عشر أيضا هي خمسين بالمئة إذن فعلا القيم التي استخرجتها كانت صحيحة بالنسبة للإنتالبي يعني نسير أيضا على خطوط درجات حرارة الرطوبة ونلاحظ أن المخطط في هذه الحالة لا يظهر درجات خطوط الإنتالبي يعني اعتبرها متطابقة فيمكن قراءتها هي بحدود 40 كيلو جول لكل كيلو جرام أما خطوط الحجم النوعي فنلاحظ كما هو على المخطط هذه الخطوط المائلة والمتباعدة يعني مثلا قيمة هذه القيمة عبارة عن حوالي 0.82 متر مكعب لكل كيلو جرام 0.84 0.86 نلاحظ أنها تقريبا متطابقة على الخط 0.84 متر مكعب لكل كيلو جرام إذن بهذه الطريقة نقول قد استنتجنا خواص الهواء لنقطة معينة مثال آخر مثلا لو أعطيتك ليس درجة حرارة الجافة أعطيتك مثلا الرطوبة 20 مئوية WBT 20 مئوية ونقطة الندى 18 مئوية إذن 20 مئوية WBT ونقطة الندى 18 إذن في هذه الحالة هذه العشرين المئوية إذن يجب أن أسير بشكل مائل وأتقاطع مع درجة الحرارة 18 بشكل أفقي إذن هذه العشرين المئوية يجب أن تكون تقاطع هذا الخط المائل مع الخط الأفقي من مثلا 18 يعني هاي 15 16 17 18 تقاطع الخط الأفقي للـ 18 مع العشرين إذن هذه هي النقطة التي مواصفاتها درجة الحرارة الرطبة 20 فعلا امشي بالعكس إذن اقرأ درجة الحرارة الرطبة إلى هذه النقطة 20 اقرأ نقطة الندى لهذه النقطة 18 وبنفس الطريقة نستخرج باقي مزايا الهواء طيب سأعطي الآن بعض الأمثلة حول فهم الظواهر الطبيعية التي تحيط بنا لاستيعاب ما المقصود بمزايا الهواء إن شاء الله بشكل تام افترض بأنني موجود بمكة المكرمة وقلت لك بأن مواصفات الحرارة في هذه المدينة كانت 40 مئوية درجة الحرارة الجافة 40 مئوية وكانت الرطوبة النسبية 40% إذن 40 درجة مئوية الجافة و40% الرطوبة النسبية ستقول لي بأن الجو حار انطلقنا إلى مدينة جدة الساحلية ذات الرطوبة النسبية المرتفعة جدا قرأنا درجة الحرارة الجافة افترض أنه داخل غرفة يعني وكانت درجة الحرارة 38 مئوية أخفض من مكة لكن الرطوبة النسبية تم قياسة وكانت 80% لو سألتك أيهما تشعر بهما أكثر حرارة ستقول لي الجو في جدة حرارته أعلى طب كيف ذلك مع أن الميزان إيزان الحرارة يعطينا قراءة أن في جدة 38 مئوية بينما في مكة كانت فقط كانت 40 يعني في جدة أقل ولكني أشعر في جدة بأن درجة الحرارة أعلى السبب هو التالي هناك نقطتان لتعليل هذا الأمر النقطة الأولى الرطوبة النسبية المرتفعة في جدة تؤدي إلى عدم تبخر التعرق الموجود على سطح الجلد السبب أن الهواء أقرب إلى حالة الإشباع لكي نستعب هذه النقطة جميعنا يعلم بأن جسم الإنسان يقوم بالتوازن الحراري مع المحيط عن طريق خسارة حرارة محسوسة يعني عن طريق فرق درجات حرارة ما بين سطح الجلد الإنسان والحرارة المحيطة فأخصر حرارة محسوسة وأخصر حرارة كامنة عن طريق التعرق وعن طريق الكلام يعني بخار الماء الخارج عن طريق الكلام فعن طريق التعرق يقوم الإنسان بموازنة الحرارة مع المحيط بالجسم فإذا كانت حالة الهواء المحيط بالجسم أقرب إلى الإشباع قلت لك في جدة الرطوب النسبية بحدود ثمانين بالمئة يعني أقرب إلى الإشباع سيحاول الجسم طبعا التعرق موجود حكما سيخرج هذا التعرق من جسم الإنسان لكن نظرا إلى أن الهواء أقرب إلى حالة التشبع فلن يغادر الجسم وسيبقى العرق موجود على سطح الجلد وبالتالي ستشعر بوجود حرارة على جسمك وتقول لي بأنني أشعر بحرارة وعدم ارتياح في هذه الحالة بينما الأمر في مكة معاكس الرطوبة النسبية 40% يعني خلينا نقول أنها شرها للرطوبة شرها للرطوبة تحت الـ 50% أقل من 50% فهي شرها للرطوبة أي أن كل تعرق يقوم به الجسم سوف يتم استيعابه من هواء الغرف المحيط مباشرة ولن تجد تراكم أي عرق على الجسد هذه نقطة هناك نقطة ثانية هامة أيضا وهي فهم درجة الحرارة الرطبة إذا كنت أنت في مثلا في مكة وكما ذكرنا درجة الحرارة 40% الرطوبة النسبية 40% أبسط طريقة لتقوم بتبريد جسمك أن تقوم مثلا بتبليل اليدين والوجه ثم الوقوف أمام مروحة عندما تقف أمام مروحة ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو تماما ما تحدثنا عنه عند تعريف درجة الحرارة الرطبة إذن طيار الهواء الذي يلامت جسدك سيقوم بتبخير جزء من هذا الماء الذي بللت به جسدك وبالتالي لكي يقوم بتبخير هذا الماء سيفقد شيء من حرارته وبالتالي تنخفت درجة الحرارة وبالتالي سوف تشعر أنت بدرجة حرارة أقل ما هي؟ سوف تشعر بدرجة حرارة الرطبة للغرفة في مكة المكرمة الرطوبة النسبية منخفضة وقد ذكرنا قبل قليل كلما كانت الرطوبة النسبية منخفضة كلما ابتعدت درجة الحرارة الرطبة عن درجة الحرارة الجافة فإذا علمت بأن في مكة المكرمة أربعين مئوية جافة مع أربعين بالمئة رطوبة نسبية يقابلها درجة حرارة رطبة بحدود ثمانية وعشرين أي أنك عندما تمرت هذا التيار الهوائي فستشعر بدرجة حرارة قريبة من ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين بها الحدود وكأنك قمت بتخفيض درجة الحرارة من الأربعين إلى الثلاثين جيدة يعني تعتبر كأنها تبريد حاول تكرار هذه العملية في جده درجة الحرارة ثمانية وثلاثين الرطوبة النسبية ثمانين بالمئة اذهب إلى المخطب سيكرومتري ستجد أن درجة الحرارة الرطبة عبارة عن خمسة وثلاثين فقط يعني لو قمت بتبليل جسدك بالماء تمام لو قمت بتبليل جسدك بالماء مع الوجه وقفت أمام المروحة فإنك ستشعر بدرجة حرارة قريبة من الخمسة وثلاثين ولن تصل إلى خمسة وثلاثين يعني ربما ستة وثلاثون أي أنك فقط قمت بتبريد الهواء بتخفيض درجة حرارة الهواء درجتين مئويتين فقط من 38 إلى 35 أو 36 لا أكثر في هذه الحالة فعلا الشعور بالبرودة الذي حصلت عليه في مكة فعلا يعني محسوس أكثر من الشعور بالبرودة الذي حصلت عليه في جدة مع أن درجة الحرارة يقص الميزان في جدة أقل إذن هذا هو السبب الجوغري وهنا أود التنويه إلى نقطة صبعا نتحدث عنها بعد قليل عند التحدث عن العمليات السيكرومترية إلى أن هذا هو مبدأ برج التبريد أو الكولينغ تاور أي الاستفادة من الرطوب النسبية والخفضة وبالتالي فرق كبير بين درجة حرارة الجافة والرطوبة في الحصول على عملية السيكرومترية العمليات السيكرومترية تقسم إلى عمليات أساسية يعيبارة عن أربع عمليات العملية الأولى منهم عملية التسخين المحسوس أو sensible heating بالتعريف عملية التسخين المحسوس هي عبارة عن عملية رفع درجة الحرارة الجافة لنقطة معينة من الهواء دون تغيير محتوى الرطوبة لهذه النقطة تمثل على المخطط السيكرومتري بعملية أفقية تماما تبدأ من اليسار باتجاه اليمين كما واضح على المخطط من 1 إلى 2 بما أنه بالتعريف عبارة عن رفع لدرجة الحرارة الجافة إذا نلاحظ بأن درجة الحرارة الجافة كانت في الحالة DB1 ارتفعت إلى الحالة DB2 ونلاحظ بأن درجة الحرارة الرطبة أيضا ارتفعت من WB1 إلى WB2 أما نقطة الندى فهي ثابتة نقطة الندى ثابتة السبب أن الرطوبة النوعية أيضا ثابتة وبالتعريف ذكرنا دون تغيير محتوى الرطوبة يعني الرطوبة النوعية الرطوبة النوعية لاحظ بأنه للحالة 1 وللحالة 2 نفس الرطوبة النوعية الاثنين يجب أن أمشي بشكل أفقي وبالتالي نقطة الندى تتعلق بشكل مباشر مع الرطوبة النوعية إن ازدادت الرطوب النوعية تزداد نقطة الندى إن نقصت تنقص نقطة الندى وإن بقيت ثابتة تبقى نقطة الندى ثابتة أما رطوبة الإشباع فنلاحظ أنها ازدادت تزداد من الحالة واحد هذه رطوبة الإشباع كانت هنا إلى الحالة اثنين طبعا حارج عدود المخطط رطوبة الإشباع ازدادت دعوني أذكركم تفقنا بأن الرطوبة النسبية هي عبارة عن حاصل قسمة الرطوبة النوعية على رطوبة الإشباع البسط وهو الرطوبة النوعية ثابت رطوبة الإشباع يعني المقام ازداد البسط ثابت المقام ازداد إذن القيمة وهي RH سوف تنقص لاحظ فعلا كانت الرطوبة النوعية مثلا في حالتنا هون بحدود 80% انخفضت الرطوبة النوعية إلى مثلا 20% إذن التسخين المحسوس يؤدي إلى تخفيض الرطوبة النسبية وسنجد إن شاء الله بأن أحد تطبيقات تخفيض الرطوبة النسبية أحيانا في الأجواء الرطبة ولو كان صيفا هو استخدام عملية تسخين محسوس ونلاحظ بأن الانتالبي يزداد من النقطة H1 إلى النقطة H2 المقياس يأخذ القيمة الموجبة بهذا الاتجاه إذن H2 أعلى من H1 فلو قلت لك دلتا H لهذه العملية هي كام؟ ستقول لي H2 نقص H1 إذن تأخذ قيمة موجبة عملية التسخين كفرق إنتالبي تأخذ قيمة موجبة أي بينما الحجم النوعي فيزداد من الحالة 1 إلى الحالة 2 فكلنا يعلم أنه بالتسخين يزداد الحجم النوعي للهواء كما هو مثلا في حالة بالون قم بتسخين بالون ستجد أن حجم النوعي لهذا الهواء المحبوز ضمن البالون يعني سيكبر الحجم النوعي كمعادلة لو قلت لك ما هي سعة ملف التسخين اللازم لتسخين الهواء من 1 إلى 2 كمعادلة QH تساوي M A في دلتا H حيث QH هي سعة ملف التسخين بواحدة كيلو واط أما M A فهي التدفق الكتالي للهواء بواحدة كيلو جرام للثانية التدفق الكتالي لكن غالبا في التكيف يعني لا أحصل على التدفق الكتالي أو لا يلزمني التدفق الكتالي فكيف أحول ما بين التدفق الكتالي والتدفق الحجمي ببساطة أقوم بتقسيم التدفق الحجمي مثلا بالمتر مكعب على الثانية أقوم بتقسيم قيمة التدفق الحجمي على الحجم النوعي الحجم النوعي عادة ما نقضه لنقطة الدخول يعني للنقطة واحد أقوم بقراءة الحجم النوعي لهذه النقطة أقسم التدفق الحجمي على الحجم النوعي فأحصل التدفق الكتلي بينما دلتا اتش فرق انتال بالهواء قبل الملف وبعده عبارة عن كيلو جول على الكيلو جرام بما أن الدلتا اتش عبارة عن قيمة موجبة إذن سعة ملف التسخين ستكون اصطلاحا قيمته موجبة كيف أحصل على التسخين المحسوس عمليا؟ ببساطة بتمرير الهواء على سطح ساخن مثلا ملف تسخين كهربائي وشيعة كهربائية مثلا ممكن تمرار الهواء على مثلا أنبوب ماء ساخن أو أنبوب بخار ساخن لكن دون تلامس مع الماء أو مع البخار العملية الثانية من العمليات الأساسية الأربعة هي عملية التبريد المحسوس أو السنسبل كولينج خفض درجة الحرارة الجافة لنقطة معينة من الهواء دون تغيير محتوى الرطوبة لهذه النقطة يعني هي عبارة عن عكس عملية التسخين المحسوس عوضا عن أن ترفع من درجة الحرارة الجافة تقوم بتخطيط درجة حرارة الجافة وبالتالي لاحظ على المخطط بأنها تنتقل من واحد إلى اثنين بشكل أفقي وإلى اليسار بحيث تنخفض درجة الحرارة الجافة من دي بي واحد إلى دي بي اثنين تنخفض درجة الحرارة الرطبة من دابليو بي واحد إلى دابليو بي اثنين نقطة الندى ثابتة كما ذكرنا لأن الرطوبة النوعية ثابتة رطوبة الاشباع تنخفض إذن البسط الذي هو الرطوبة النوعية ثابت رطوبة الاشباع تنقص إذن القيمة RH فيما أنه رطوبة الاشباع تنقص سوف تزداد إذن عملية التبريد المحسوس تؤدي إلى ازدياد الرطوبة النسبية بينما الانتال بي نلاحظ بأنها تنخفض من H1 إلى H2 عكس المقياس وبالتالي دلتا H في هذه الحالة تأخذ قيمة سالبة وبما أنها عملية تبريد فإن الحجم النوعي سوف ينخفض من V1 إلى V2 المعادلة لحساب سعة ملف التبريد نفسها نفس معادلة ملف التسخين لكن الفرق بينهما أن الدلتا H سوف تكون قيمتها سالبة وبالتالي إصطلاحا سوف تكون قيمة سعة ملف التبريد قيمة سالبة فقط وإنما نفس المعادلات تطبق عمليا كيف نحصل على عملية تبريد محسوس للحصول على عملية تبريد محسوس وقرر التركيز نقوم بتمرير هواء على سطح درجة حرارة هذا السطح أعلى من نقطة الندى للهواء سأعطي بالأمثلة افترض أن لديك هواء درجة حرارته 30 مئوية الجاف يعني درجة حرارته 30 مئوية ونقطة الندى له مثلا 15 مئوية مررت هذا الهواء على سطح درجة حرارته أعلى من 15 مثلا 20 مئوية 30 مرة على 20 حتما سوف تنخفض درجة حرارته لكن اتفقنا عند تعريف نقطة الندى بأنه لكي يحدث تكاثف يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من نقطة الندى لكن أنا أمرر هذا الهواء على سطح درجة حرارته أعلى من نقطة الندى فلن يحدث تكاثف وبما أنه لم يحدث تكاثف فلن يحدث خسران للرطوبة لهذا الهواء وبالتالي ستبقى رطوبته ثابتة ولا تتغير يعني ستنخفض من 30 إلى مثلا 24 23 تقترب من العشرين طبعا لن تصل إلى 20 وبنفس الوقت ستبقى رطوبته النوعية ثابتة كون أن درجة حرارة هذا السطح أعلى من نقطة الندى للهواء العملية الثالثة من العمليات البسيكرومترية الأساسية هي عملية الترطيب هيوميديفيكيشن ويقصد بترطيب الهواء زيادة محتوى الرطوبة دون تغيير درجة حرارته الجافة على المخطط البسيكرومتري نلاحظ بأنها تمثل بشكل عملية رأسية تتجه إلى الأعلى من 1 إلى 2 فنلاحظ بأن درجة الحرارة الجافة ثابتة لا تتغير لكن درجة الحرارة الضيبة تتغير من WB1 إلى WB2 تزداد درجة الحرارة الرطيبة ونقطة الندى أيضا تزداد من DP1 إلى DP2 السبب أن الرطوبة النوعية ازدادت من W1 إلى W2 وهو تعريف الترطيب إذن زيادة محتوى الرطوبة من W1 إلى W2 فازدادت نقطة الندى لكن لو لاحظ بأن رطوبة الإشباع ثابتة البسط يزداد رطوبة الإشباع المقام ثابتة حاصل قسمة ازدياد على ثابت هو عبارة عن ازدياد من RH1 الرطوبة النسبية ستزداد من RH1 إلى RH2 الانتالبي وهنا نقطة هامة يزداد من H1 إلى H2 ما معنى الانتالبي يزداد؟ اتفقنا بأن ازدياد الانتالبي يعني تسخين إذن وهنا الكلام الهام بالنسبة للترطيب الترطيب عبارة عن شكل من أشكال التسخين ويطلق عليه اسم تسخين كامن ما المقصود بالتسخين الكامن؟ ستقول لي بأنني أنا لم أرفع درجة الحرارة فكيف هي عملية تسخين؟ طبعا هي عملية تسخين بدون رفع درجة حرارة لكن بتقديم رطوبة لهذا الهواء أدى إلى زيادة الانتالبي فيه يعني أبسط مثال على ذلك لو قمت بتسخين ماء مثلا ويعني وضعت وعاء فيه ماء درجة حرارته 30 ووضعت فيه ميزان حرارة قمت بالتسخين ارتفع درجة حرارة من 30 إلى 60 إلى 90 فأنت تقرأ بشكل مباشر أن هناك ازدياد في الحرارة لماذا؟ لأنك تقدم حرارة وهذه تسمى حرارة محسوسة لكن عند الوصول إلى درجة حرارة 100 أنت ما زلت تقدم حرارة لكن ميزان الحرارة لن يقرأ أكثر من درجة حرارة 100 فكيف أنت تقدم حرارة ومع ذلك الميزان ثابت على درجة حرارة معينة؟ لأنك تقوم بتقديم حرارة كامنة هذه الحرارة تؤدي إلى زيادة الانتالبي إلى الهواء إذن باعتباري عبارة عن شكل من أشكال التسخين لاحظ معي بأن الحجم النوعي أيضا يزداد بشكل بسيط من 1V1 إلى V2 معادلة ما يسمى بالاتزان الحراري لعملية الترطيب تعطى بالعلاقة MA بدلتا H تساوي MS ب L ومعادلة اتزان الكتله لبخار الماء تعطى بالعلاقة MS تساوي MA في DW ما المقصود بهذه الرموز MA هي عبارة عن تدفق الكتلي للهواء كيلو جرام للثانية MS هي عبارة عن تدفق الكتلي لبخار الماء دلتا H عرفنا أنه عبارة عن فرق الانتالبي قبل الترطيب وبعده كيلو جول لكل كيلو جرام L وهذا يعني مصطلح جديد هي الطاقة الكامنة للتبخير الطاقة الكامنة للتبخير تحت درجة حرارة T1 تعطى بالواحدة كيلو جول للكيلو جرام طبعا هذه القيمة ثابتة من أجل درجة حرارة ثابتة تحصل عليها من الجداول هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية MS تساوي MA في DW حيث DW فرق الرطوب النوعية قبل وبعد الترطيب يعني W2 نقص W1 الآن حسب المجهول الذي لديك يعني مطلوب حسابه طبعا تضع باقي القيم العملية الأساسية الرابعة هي عملية التشفيف معاكسة لعملية الترطيب ويقصد بها خفض محتوى الرطوبة الرطوبة النوعية دون تغيير درجة الحرارة الجافة ومثل على المخطط السيكلومتري بخط رأسي يتجه إلى الأسفل من النقطة واحد إلى النقطة اثنين حيث درجة الحرارة الجافة ثابتة بينما تنخفض درجة الحرارة الرطبة بينما تنخفض نقطة الندى مع انخفاض الرطوبة النوعية أما رطوبة الإشباع فتبقى ثابتة أما الرطوبة النسبية فتنخفض أيضا كذلك الانتال بينخفض من H1 إلى H2 ما معنى أن الانتال بينخفض معنى أن التجفيف هو شكل من أشكال التبريد ويطلق عليه اسم تبريد كامن يعني لا يمكن قراءته بميزان حرارة لكن يمكن الشعور به بشكل كامن بطريقة ما نتيجة تغير الانتال به وبما أنه شكل من أشكال التبريد لذلك فالحجم النوعي في التجفيف سوف يقل من 1 إلى 2 طبعا العمليات الأساسية الأربعة المذكورة عادة في الحياة العملية يعني في التجفيف لا يلزمني منها إلا العملية الأولى عملية التسخين المحسوس باقي العمليات من النادر جدا أن أستخدمها لكن علينا الشرح إذن ما هي العمليات التي نواجهها عادة نواجه ما يسمى بالعمليات المشتركة العمليات المشتركة أي أنها ليست أفقية وليست شاقولية ليست رأسية وإنما مائلة أحد أهم هذه العمليات هي ما يسمى بعملية الترطيب الأدياباتي الترطيب الأدياباتي أدياباتي هي موديفكيشن وبعض المراجع يطلق عليها اسم التبريد الأدياباتي أو أدياباتي كولينغ أو التبريد التبخيري أو الإذاابوراتي كولينغ التبريد التبخيري يتم ترطيب الهواء أدياباتيا عند مرور عند مرور هذا الهواء فوق سطح ماء ضمن قناة أو بواسطة مرور الهواء خلال ما يسمى بالإير ووشر غاس الهواء تحت انتال بثابت هذا المطلوب هون النقطة الهامة أن العملية تتم تحت انتال بثابت مما يؤدي إلى زيادة رطوباته النوعية مع انخفاض درجة حرارته الجافة وثبات درجة الحرارة الرطبة عمليا كيف يتم الحصول على هذه العملية سأقوم بتذكيركم بتعريف درجة الحرارة الرطبة وقلنا بكي تحصل على ميزان حرارة يعطيك درجة حرارة الرطبة قم بتبليل قماشة وضع على هذا الميزان على البصيلة وامرار تيار هوائي فتنخفض درجة الحرارة من الجافة إلى الرطبة طيب نفس الكلام هو نبدأ مبدأ عمل الترطيب الأدياباتي وأحد أشهر تطبيقات عملية الترطيب الأدياباتي هو ما يسمى بالمكيف الصحراوي المكيف الصحراوي ببساطة شديدة ومن اسمه يستخدم عادة في الأجواء الصحراوية الأجواء الحارة الجافة الأجواء الحارة الجافة تحتاج إلى تبريد وترطيب الأجواء الصحراوية الحارة الجافة تحتاج إلى تبريد وترطيب يعني أن أخفض درجة حرارة الهواء وأن أزيد من رطوبته النوعية أو من رطوبتين نسبية كيف أحصل على هذه العملية؟ ببساطة شديدة عندي حوض من الماء وأقوم بغمس حشوة أو نسميها القش يعني خيوط القش أو حشوة ضمن جزء من هذا الحوض وأمرر الهواء عليه عن طريق مروحة أقوم بسحب هواء الغرفة فيمر الهواء على الماء ويمر على هذا القش أو على هذه الحشوة ما الذي يحدث؟ كما قمنا بتعريف درجة حرارة الرطبة يحدث تماما في هذه الحالة عنه الهواء سيقوم بتبخير جزء من الماء بما أنه قام بتبخيره يعني أعطاه كمية من الحرارة بما أنه أعطاه كمية من الحرارة أين خفضت درجة حرارته من درجة الحرارة الجافة إلى اقتراب من درجة الحرارة الرطبة وبالتالي حصلنا على عملية تبريد طيب وماذا حدث بنفس الوقت؟ الماء المتبخر حمل مع هذا الهواء إلى داخل الغرفة مرة أخرى إذن الهواء تم تبريده وتم زيادة رطبته بنفس الوقت كيف تمثل على المخطط السيكرومتري لاحظ بأنها عبارة عن عملية من 1 إلى 2 وهي منطبقة على خطوط درجة الحرارة الرطبة وبما أنها منطبقة على خطوط درجة الحرارة الرطبة فهي تقريبا منطبقة إلى حد كبير على خطوط الانتالبي وبما أنها منطبقة على خطوط الانتالبي لاحظ أنه لا يوجد فرق انتالبي على الإطلاق في هذه العملية كيف يتم تفسير ذلك؟ أي أنني لم أقم بتقديم أي عمل أو أي حرارة ولم أقم بسحب أي حرارة من هذا الهواء كل ما قمت به هو عملية سحب حرارة محسوسة وتحويلها إلى حرارة كامنة نبسط الكلام أكثر أنا لكي أقوم بتخفيض درجة حرارة الهواء سحبت كمية حرارة من الهواء كمية الحرارة محسوسة لأنني غيرت درجة حرارة طيب وحولتها إلى بخار طبق البخار اتفقنا أنه عبارة عن كامنة إذن سحبت كمية حرارة محسوسة من الهواء ولنفس الهواء أعطيته حرارة كامنة سحبت الحرارة المحسوسة حولتها إلى كامنة إذن لم يكن هناك أي تقديم حرارة خارجية إلى الهواء ولم يتم سحب أي حرارة خارجية إذن العملية تتم تحت انتال بي ثابت تسمى عملية أدياباتية أدياباتيك فروسس ولذلك نقول أنها تبريد أدياباتي أو ترطيب أدياباتي نفس المعنى أو تبريد تبخيري معادلة الاتزان الحراري لهذه العملية هي سي بدلتا تي تساوي أل بدي دابليو حيث سي المعرف الجديد بالنسبة إلينا هي الحرارة النوعية للهواء كيلوجول كيل كيلوجرام سيلزيوس أو كيلفين قيمة سابتة حسب درجة الحرارة لو ضربناها بدلتا تي ما بين تي واحد و تي اثنين تساوي أل الحرارة الكاملة التبخر كما ذكرنا لو ضربناها بدي دابليو ما بين دابليو واحد و دابليو اثنين أما كمية الماء المتبخر وهذه قد تفيدني فتوطى بالمعادلة م دابليو طبعا يعني تدفق كتلي يساوي م اي في دابليو فرق الرطوبة النوعية قبل وبعد العملية الآن تخيل بأنني أسقطت هذه العملية هذا الشعاع أسقطته على محور أفقه من واحد إلى اثنين كما أسقط لاحظ هي عملية تبريد صح؟ طيب لو أسقطت العملية واحد اثنين على محور شاقولي من واحد اثنين ما أسقطوها الشاقولي عبارة عن عملية ترطيب إذن هذه عملية تبريد وترطيب في نفس الوقت تبريد حمل محسوس ترطيب حمل كامل النتيجة ترطيب أديباتي العملية التالية عملية ترطيب وتسخين ترطيب وتسخين هي موديفكيشن اند هيتينج تتم هذه العملية عادة شتاء لأنني أريد تسخين في الأماكن الجافة باعتبار أنها عملية ترطيب كما هي في المناخات الصحراوية وتتم بواسطة وحدة رش مياه ساخنة أو رش بخار ماء يعني ما المقصود بذلك؟ لو مررت هواء على وحدة تقوم برش ماء ساخن أو بخار فأولا أنت قمت برفع درجة حرارة هذا الهواء وبنفس الوقت أنت قمت برفع رطوبة هذا الهواء وبالتالي عملية ترطيب وتسخين من 1 إلى 2 كمثال درجة الحرارة الجافة سوف تزداد درجة الحرارة الرطبة سوف تزداد نقطة الندى ستزداد لأنها ستزداد مع الرطوبة النوعية من 1 إلى 2 رطوبة الإشباع أيضا ستزداد من 1 إلى 2 إلا أن الرطوبة النسبية يمكن أن تكون بثلاث حالات لربما تزداد أو تنقص أو تبقى سابتة يعني تخيل لو كانت العملية بهذا الشكل من 1 مثلا إلى 2 مائلة بهذا الشكل ليست المرسومة يعني مائلة بشكل بسيط جدا ففي هذه الحالة تقل الرطوبة النسبية أما لو مثلا كانت مسارها بالشكل التالي ستزداد الرطوبة النسبية أما في حال خاصة ممكن أن تنطلق من رطوبة نسبية وتنتهي بنفس الرطوبة النسبية وبالتالي نقول أن الرطوبة النسبية ازدادت كيف يتم تفسير هذا الأمر نحن قلنا بأن الرطوبة النوعية الفاي ازدادت رطوبة الإشباع الفاي اس ازدادت إذا كانت نسبة ازدياد الرطوبة النوعية وهي البسط أكبر من نسبة ازدياد الرطوبة رطوبة الإشباع نقول بأن الرطوبة النسبية ستزداد إذا كان نسبة ازدياد الرطوبة النوعية بالنسبية ستنقص إذا كان نسبة ازدياد البسط يساوي نسبة ازدياد المقام تبقى قيمة ال-RH ثابتة. الانتالبي في هذه الحالة سيزداد حكما لماذا؟ عملية التسخين والترطيب. التسخين يؤدي إلى زيادة الانتالبي. الترطيب يؤدي إلى زيادة الانتالبي العملية بالمجمل ستؤدي إلى زيادة الانتالبي من H1 إلى H2 دعونا نحلل هذه العملية على شكل مثلث يعني قم برسم رسم مثلا خط وهمي أفقي هنا وعبارة عن مسقط 1-2 على الأفق فهذه عملية التسخين نقول عملية التسخين الانتالبي لها مثلا من 1 إلى X. 1 إلى X هي عبارة عن عملية تسخين. من X إلى 2 هي عبارة عن عملية ترطيب المجموع يساوي دلتا H من 1 إلى X دائد دلتا H من X إلى 2 وهي عبارة عن دلتا H من X H1 إلى H2 وبما أن الانتالبي سيزداد فحكما الحجم النوعي سوف يزداد. العملية الثالثة هي عملية تسخين مع تشفيف Heating and Dehumidification تستخدم هذه العملية عادة في الأجواء الباردة والرطبة وبشكل مخصص نستخدم عمليا هذه العملية في معامل الأدوية حيث أحتاج إلى تسخين وإلى رطوبة نسبية منخفضة لأن الرطوبة المسرية المرتفعة مثلا من مرتبة خمسين فما فوق تؤدي إلى يعني استرطاب الأدوية وبالتالي تلفها فيجب من أحد مواصفات معامل الأدوية أن تكون الرطوبة النسبية منخفضة من رطبة خمسة وثلاثين أو تلاثين بالمئة للحصول على الرطوبة النسبية المنخفضة عمليا أقوم باستخدام مواد كيموية شرهة للرطوبة مثل مادة السلكة جل مادة السلكة جل عبارة عن مادة شرهة للرطوبة تقوم بامتصاص الرطوبة لكن يجب استبدالها كل فترة كلما يعني يعني وصلت هذه المواد إلى مرحلة الإشباع بالرطوبة فيجب استبدالها ففي هذه الحالة نحصل على عملية تسخين مع تشفيف كما هو وضح على المخطط من واحد إلى اثنين من واحد إلى اثنين نلاحظ بأن درجة الحرارة الجافة إزداد لدينا عدة حالات إذا كان الميل باتجاه يزداد فيه درجة الحرارة الجافة كما هو موضح على المخطط المرسوم حاليا إذن ستزداد درجة الحرارة الرطوبة افترض أن ميل العملية كان مثلا بهذا الشكل إذن درجة الحرارة الرطبة ستكون ثابتة أما إذا كانت العملية بهذا الشكل واي حالي يعني قد تكون تواجهك فنقول بأن درجة الحرارة الرطبة انخفضت الرطوبة النوعية سوف تنخفض حكما الرطوبة الإشباع سوف تزداد بشكل كبير وبالتالي من 1 إلى 2 الرطوبة النسبية سوف تنخفض بشكل كبير جدا لاحظ هنا مثلا كانت الرطوبة النسبية مثلا 90% أصبحت الرطوبة النسبية مثلا بحدود 30% فانخفضت الرطوبة النسبية بشكل كبير الكلام الذي تكلمنا عن درجة الحرارة الرطبة ينطبق على الانثالبي فإذا كانت العملية كما هو مضح في المثال التالي الموجود على المخطط فالإنتالبي سيزداد أما إذا كانت العملية الإذياباتية فالإنتالبي سوف يبقى ثابت أما في حال كانت العملية في هذا الشكل فالإنتالبي سينقص افترض كانت العملية لدي في هذه الحالة كما هو مضح بالشكل من 1 إلى 2 سنقوم بتحليل هذه العملية على مسقط أفقي ومسقط رأسي المسقط الأفقي سيكون بهذا الشكل من 1 إلى X ونقول بأن عملية التسخين المحسوس من 1 إلى X ده الانتالبي مثلا من H1 إلى HX أما عملية من X إلى 2 هي عبارة عن عملية تجفيف اتفقنا بأن عملية التجفيف هي عبارة عن شكل من أشكال التبريد إذن أنا وكأنني سخنت من H1 إلى HX ثم بردت من X إلى H2 المحصلة التسخين أكبر من التبريد كقيمة كدلتا H قيمة التسخين أكبر من قيمة التبريد لذلك المحصلة النهائية هنا ازداد الانتالبي معي في حال كانت العملية أذياباتية أي أن ما قمت بتسخينه هو نفسه ما قمت بتبريده على شكل حرارة كامنة وبالتالي الانتالبي سيكون ثابت معي أما الحالة الثالثة لو كان التسخين بشكل قليل والتبريد أو التشفيف بشكل كبير فالانتالبي كمجمل سوف ينقص ننتقل إلى العملية الأخيرة من العمليات المشتركة وهي العملية الأهم عملية تبريد مع تشفيف تستخدم عملية التبريد مع التشفيف في الأماكن الحارة والرطبة حارة لأني أريد تبريد ورطبة أريد تشفيف تتم هذه العملية بتمرير الهواء على سطح بارد درجة حرارة هذا السطح أقل من نقطة الندى إذن نذكر التبريد المحسوس أقوم به بتمرير الهواء على سطح درجة حرارة تبدأ أعلى من نقطة الندى للهواء بينما التبريد مع التشفيف أمرّر الهواء على سطح درجة حرارة certificate أقل من نقطة الندى للهواء وبالتعريف اتفقنا عند مرور الهواء على سطح درجة حرارة هذا السطح أقل من نقطة الندى ما الذي سيحدث؟ أولا سوف تنخطط درجة حرارة هذا الهواء ثانيا سوف يحدث تكاثف للرطوب الموجودة في الهواء أي أن الهواء بعد خروجه من هذا الملف سيؤدي إلى تكاتف على الملف وبالتالي يفقد جزء من رطوبته وبالتالي يحتس تتي تجفيف على المخطط السيكرومتري لاحظ أنها العملية من 1 إلى 2 العملية من 1 إلى 2 لاحظ بأنها أولاً خفطت درجة الحرارة من ديبي 1 إلى ديبي 2 أيضاً درجة الحرارة الرطبة انخفضت نقطة الندى انخفضت الرطوبة النوعية أيضاً انخفضت من 1 إلى 2 رطوبة الإشباع انخفضت أيضاً من 5S1 إلى 5S2 لكن الرطوبة النسبية أيضاً لدينا ثلاث حالات في الحالة الموضحة على المخطط حالياً طبعاً هي الحالة الشائعة نلاحظ بأن الرطوبة النسبية ازدادت بشكل كبير من RH1 افترض هنا مثلاً كانت 50% إلى RH2 أصبحت عادةً عملياً تصل ما بين 90 إلى 95% طب افترض أنه كانت العملية بهذا الشكل مثلاً هذه أيضاً عملية تبريد مع تشفيف لأنه خفضت درجة الحرارة وخفضت الرطوبة النوعية في هذه الحالة الرطوبة النسبية ستنخفض لكن هذه الحالة لن نواجهها وفي حالة معينة ممكن أن تبقى الرطوبة النسبية سابتة من 1 إلى 2 طيب لكن هنا نقطة هامة جداً جداً وهي أنت تقول لي بأن هذه العملية اسمها عملية تبريد مع تشفيف ومع ذلك تقول لي بأن الرطوبة النسبية ازدادت إلى 90% كيف يتم تفسير هذا الأمر؟ تفسير هذا الأمر من وجهة نظر قانونية معادلاتية أن نسبة انخفاض الرطوبة النوعية أقل بكثير من نسبة انخفاض رطوبة إشباع نقوم بقلب الجملة نسبة انخفاض رطوبة إشباع أكبر بكثير من نسبة انخفاض الرطوبة النوعية وبالتالي سوف يحدث عندي ازدياد في الرطوبة النسبية هذه من حيث المعادلات طيب ستقول لي من حيث التعريف يعني لو سألني أحدهم كيف تقول عملية تبريد مع تشفيف وفي نفس الوقت الرطوبة النسبية تزداد ستقول له المقصود بكلمة تشفيف في جملة عملية تبريد مع تشفيف تشفيف للرطوبة النوعية وليس للرطوبة النسبية لاحظ أن الرطوبة النوعية زوف تنخفض حكما كانت في الحالة واحد أصبحت في الحالة اثنين لكن الرطوبة النسبية نتيجة كما ذكرنا القانون ستزداد مثلا من 50% إلى 90% فلا يوجد تعارض ولا يوجد إشكال في التعريف عندما نقول أكاديميا عملية تبريد مع تشفيف المقصود به تشفيف تجفيفا للرطوبة النوعية لكن يعني دعنا نميز عندما أقول في السوق في السوق المحلية تجاريا أريد منك أن تقوم بعملية ترطيب فالمقصود في هنا في هذه الحالة ترطيب أي زيادة الرطوبة النسبية أكاديميا عملية تشفيف تعني تشفيف الرطوبة النوعية لكن عندما أقول أنا أريد عملية ترطيب فليست مقصود بها ترطيب الرطوبة النوعية ولكن ترطيب الرطوبة النسبية طبعا تعطى استطاعة التبريد بالعلاقة QC تساوي MA في دلتا H هذه العلاقة سابتة لكل العمليات الساكروميترية يمكن تطبيقها يعني استطاعة ملف التبريد QC تساوي مقدار التدفق الكتلي وقلنا هو عبارة عن حاصل التدفق الحجمي على الحجم النوعي في دلتا H للعملية إن حصلت على الدلتا H فإذا حصلت على الـ QC إذا كان موجود لديك التدفق الكتلي دلتا H في هذه الحالة عبارة عن قيمة سالبة من H1 إلى H2 يحدث تناقص استلاحاً QC سوف تأخذ قيمة سالبة أما معدل إزالة الرطوبة يعني مقدار التجفيف فيعطى بالعلاقة MW يعني كمية الماء المتكاثف يساوي MA كمية الهواء مضروف في دلتا W ويمكن قراءتها على المخطط التاكروميتري طبعاً QC هي عبارة عن استطاعة جهاز التكييف يعني طبعاً بشكل مبسط أو بالأحرى ليست استطاعة جهاز التكييف استطاعة العملية استطاعة العملية من 1 إلى 2 يعني هذه التي عادلت أن تعطى بالعلاقة بالواحدة كيلو وات أو لو حولناها في الساعة أو تون تبريد إذن هي عبارة عن حاصل جداء تدفق الهواء بمقدار تغير الإنتربي للعملية استطلاحاً تأخذ قيمة سالبة نلاحظ على العملية أن درجة حرارة السطح تمثل على المخطط الساكروميتري يعني سطح الملف ملف التبريد تمثل على شكل نقطة تقع على خط الأشباع النقطة 3 نطلق على هذه النقطة اسم أبارتوس ديو بوينت أو نقطة الندى للجهاز ومن أبارتوس ديو بوينت لو اختصرناها تأخذ الرمز ADP ما المقصود بالADP وما هي فائدته ولماذا لم تصل النقطة 1 إلى النقطة 3 أنت تمرر هواء على ملف تبريد معلوم بأن أي ملف أي مبادل حراري لديه مردود لا يمكن لو مررت هواء درجة حرارته 30 على سطح درجة حرارته 15 أن يخرج الهواء بعد الملف بدرجة حرارة 15 لا يمكن لماذا لدي مردود أي مبادل حراري أي heat exchanger والملف عبارة عن مبادل حراري لديه مردود حسب تصميم الملف من زعانف من صفوف حسب سرعة الهواء كل هذه تؤثر في مردود هذا المبادل الحراري وبالتالي الهواء لن يخرج عند القيمة 3 لكن سيخرج عند القيمة 2 طيب بماذا تتعلق القيمة 2؟ تتعلق بالتالي ندخل اصطلاح يسمى بالامرار الجانبي أو الbypass لاحظ معي هذه الصورة المرسومة هنا لدينا هواء قبل دخوله إلى الملف بدرجة حرارة 1 ساخنة الملف درجة حرارته 3 التيارات الهواء وافترض أن التيارات الهواء عبارة عن خطوط وأقوم أنا بملاحقتها الآن هذا الخط الأول تلامس مع الصف الأول من الوشيع وبالتالي انخفضت درجة حرارته من 1 إلى 3 هذا الخط تلامس مع الصف الثاني مثلا من المبادل الحراري أو من الملف إذا انخفضت درجة حرارته إلى 3 هذا الخط أيضا تلامس هذا تلامس أحد هذه الخطوط لم يلامس أي صف من هذه الصفوف ومهما حاولت وكثرت من الصفوف فهناك حكما جزء قليل من الهواء لن يلامس إذن يدخل واحد ويخرج واحد لم يبرد بالمحصلة لدي مثلا لدي خمسة خطوط أربعة منها لامست واحد لم يلامس النتيجة سوف يخرج بالحالة 2 نعود مرة أخرى إلى المخطط الهواء كان في الحالة 1 السطح أو الملف في الحالة 3 ليست جميع تيارات الهواء لامست وبالتالي حصلنا على الحالة 2 الأفضل لي هو أن أقترب قدر الإمكان من حالة 3 كيف أقترب قدر الإمكان من حالة 3 الآن نقرأ ما يسمى بالإمرار الجانبي أن الرطوب النسبي للهواء الخارجي من ملف التبريد لا تصل إلى 100% لأن الهواء المار على سطح أنابيب التبريد لا تلامس هذه الأسطح بشكل كامل يعني الهواء الذي يلامس الأنابيب تتغير حالته من 1 إلى 3 والذي لا تلامس الأنابيب تظل في الحالة 1 وبالتالي تختلط هذه التيارات فيما بعد فنحصل على الحالة 2 إذن بالتعريف الهواء الذي يمر خلال ملف التبريد ولا يلامس سطحه يعني سطح هذا الملف يعرف بهواء الإمرار الجانبي البيباس إير ويتوقف معدل الهواء المار جانبيا على تصميم الملف وسرعة الهواء ما المقصود بذلك؟ يعني أعتقد أغلبكم يعرم أن في تصميم ملفات مثلا الفينكويل فيكون عبارة عن أنابيب يعني أنابيب مكونة من عدة صفوف يركب عليها مجموعة من الزعانف أو الفينز هذه الزعانف عادة ما تكون من مادة الأنامينيوم والأنابيب تكون من مادة النحاس الزعانف الغاية منها زيادة سطح التبادل الحراري هذه الأنابيب يعني تشكل أكثر من صف كثرة الصفوف ازدياد عدد الصفوف يؤدي إلى تقليل البيباس كلما زادت عدد الصفوف يعني أصبح احتمال الهواء أن يلامس هذه الزعانف أكبر وبالتالي يقول البيباس واحد اتنين كثرة الزعانف أيضاً تؤدي إلى طبعاً كثرة الزعانف خلينا نقول في الواحد سنتي يعني إذا كان لديك وشعة فيها أو ملف فيه 8 زعانفات في الواحد سنتي وملف آخر فيه 10 زعانفات في الواحد سنتي فالملف الثاني سيكون فيه العامل الإمرار الجانبي أقل ليش؟ لأنه أدى إلى ازدياد احتمال تلامس الهواء مع هذا السطح النقطة الثالثة هي سرعة الهواء وهذه نقطة هامة جداً كلما انخفضت سرعة الهواء كلما أدى إلى انخفاض الإمرار الجانبي لهذا الهواء يعني كلما اقتربت النقطة 2 من 3 يعطى عامل الإمرار الجانبي أو البيباس فاكتور ونرمز له بالرمز BF بالعلاقة BF تساوي ببساطة T2-T3 على T1-T3 بالعودة إلى المخطط T2-T3 على T1-T3 كلما اقتربت النقطة 2 من 3 يعني لاحظ بأن عامل الإمرار الجانبي كان أقل وكلما كان عامل الإمرار الجانبي أقل كلما كان مردود أبضل يعني ببساطة عامل الإمرار الجانبي هو مكمل لقيمة المردود عندما أقول لك أن عامل الإمرار الجانبي لهذا الملف 10% طبعاً هو رسبة مئوية أي أن مردود هذا الملف 90% فهو مكمل له فكلما زاد مردود الملف كلما كان أفضل وبالتالي كلما كان عامل الإمرار الجانبي أقل عادة ما تتراوح قيمة الإمرار الجانبي ما بين 5 إلى 15% طبعاً ممكن تعطيك نسبة مئوية أو كقيمة عشرية 0.05 إلى 0.15% يعني كقيمة وسطية ممكن أعتبارها 10% كما ذكرناك كلما قمت بتقليل هذا العامل وهو يعني ليس بيدي الموضوع ولكن حسب الشركة المصنعة كلما كان أفضل